عبرية قال في أصل حديث على إسرائيل إنهاء سياسة الغموض بشكل إمكانياتها غير التقليدية الموذيع قالوا ماذا بنا تفسرنا وعاود نتحدث عن السلاح النووي فأجاب نعم لا يوجد لدينا وقت للسلاح التقليدي عندما نتحدث عن إيران في إشارة إلى أن الكيان يمكن أن يستعمل النووي في الكيان السهوني فم 6 ملايين معناها مستوطنين فم 60 مليون في إيران النووي هذية تحكي عليه قبل في عهد في التسعينيات اليوم إيران أردنا مكانها مش عندها النووي عندها من غادي من النووي عندها من غادي من النووي وما تجرأت عليه إيران لم تتجرأ عليه إسرائيل وقتها بعثلهم المسيرات والسماء فلسطيني محتلة كلها وليت مسيرات وثواريخ إيرانية لم تتجرأ إيران على فعل نفس الشي مع إيران هذا أولاً ثانياً هل تتحمل إسرائيل كلفة مش ضربة اشتر ضربة نووية إن شاء الله حتى معناها بأسلحة وسخة كما يقولوا معناها هل تتحمل؟ لن أكد لك لن تتحمل هذا أولاً ثانياً ديرك تحكي على إيران ليش الدولة أو حدها راه إيران راهي أخطبوت كامل من التحالفات في المنطقة ويمكن أنها تضرب من أي مكان بما في أماكن لم يعنيها لا يمكن لإسرائيل أنها تتصور يضرب حتى من سيناء كان يحب واضح وبالتالي يشوف هذا كله راه وحديث موجه نحو الحملة الانتخابية القادمة شماناً يضرب من سيناء كان يحب بربي أستاذتي مش يبارك اللي معناها سلاحة اللي تخل الغزة عبر أنفاق رفح دخلوها جماعة معناها الخارجية والديبلوماسية المصرية تي ناس كل تعرف القبائل في سيناء أيوه ومن يساندهم ومن يساندهم تحيح موضوع التسليح لصير الممار عام 2000 وحدة يا شو أستاذة عندما تم 2010 عندما تم القبض على الناس اللي قاموا بإدخال السلاح وقالها سيد حسن ناصران بعد ما صارت الثورة قال معناها كنا نشتغل على التالة شمعناها على التالة يعني حمالاً متاع أسلح هم يدخلوا في الأسحاب شوف هذه أمور مثالش خليوها الهاريخر يحكيو فيها أصحاب الشأن باش من قولوشي أشياء خارج خليها قراءة سطحية خارج الحق دفعوا دم ودفعوا معناها دفعوا شهداء وبالتالي شنقول نقول وراه فما ناس اليوم بناء أجهزة وبناء شبكات يمكنهم أنهم يكونوا بالحق على تماثم مع العدو الصهوني ويمكن أن يوجعوه بشكل أكثر ما يتصور والحرب مازالت رأي متواصلة الناس اللي ماشي باله هذه الحرب هي الأخيرة لليه هذه أحدى المعارك وإن شاء الله تكون فاتحة للتحرير واضح هذه أحدى المعارك تكون فاتحة للتحرير ولليه فما قراءة جستما وأنا كنت بش نتحدث معك على صحيفة لطان السويسرية اللي حكيت على المرحلة الثالثة من الحرب أوضحت الصحيفة وفي تقرير مرسلتها بالقدس شغلوت جوتية قالت القوات العدوة الموجودة على الأرض في قطاع غزة ستنسحب ميناء البلدات في غزة هذه القراءة أمتيحهم للمرحلة القادمة وما معنى المرحلة الأخيرة من الحرب تقول لكنها ستتراجع إلى منطقتين تعتبران حاسمتين نحكيه على محور نتساريم اللي يفصل شمال غزة عن جنوبها وممر في لادلفيا اللي يشكل الحدود مع مصر في أقصى جنوب القطاع نفس الصحيفة لطان السويسرية أشارت إلى يعقوب أميدرور اللي هو مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء في الكيان العدو اللي أكد لمجال التايم الأمريكية أن الانتشار في هذه المناطق سيكون دائما مما سيمنح الكيان مرونة لدخول قطاع غزة كلما لزم الأمر قال لم يتم حتى الآن تدمير جزء من هيكل حماس لأننا لم نقم بتمشيد كل شيء وفي العام المقبل سوف نتدخل كما اكتشفنا خلية نشطة أو هيكلا لحماس وسنقوم بتنظيف كل ما تبقى كيلومتر بعد كيلومتر وسيدوم هذا الأمر لأعوام هذه قراءة هذا ما تقدمه صحيفة لطان سويسري يقولك شو قدوم الموجودين في محور نتساريم ومحور فيلادلفيا وهكي كدخلوا الخروج على غزة بالشكون السهل إلى حين القضاء على حماس في نفس الوقت يقولوا الحماس والمقاومة فكرة ولا يمكن القضاء على فكرة أول حاجة سيئة هالكلمات المبهمة هذه المرحلة الثالثة ومعناها فما تخطيط إلى خريتيس أخينا ماذا بينا يفسونا محلى لولا والثانية خطوة وغنفهم على شوفهم وعنش ديروس هذا أولا ثانيا يقولوا معناها بش نحافظوا على مواقع فكس يعني معناها غير متنقلة كاذا هي أش معناها؟ اليوم رينا قال لي أكثر القتلى الصاينة قاعدين يموتوا بالهاون بالهاون في نتساريم مثلا خليهم غايد خرق العاد ما كتعرف ماذا بينا تقول أنت لا ماذا بينا تنتهي الحرب تحرى فلسطين ويبدأوا في عدد العمار طبعا ما نكونوا واضحين نرانا إنسانيين في الأخير طبعا مش نقول نقول اللي بالنسبة للصاينة رغم جيش كلاسيكي يبقى في الأخير وين نجمش يواصل في هذه الحرب أولاد حرب استنزاف أنت يبقابل ناس ما عندهم ما يفقدوا اليوم المقاوم ريت البارح المقاومين اللي مانا يواصلوا حطوا للقنابل في وسط الدبابة ومشوا يجريوا كانوا مانا يلعبوا في الشي غريب كاش كاش وصلنا إلى حد أنه أنت تحارب في ناس لا يعني الموت لهم شيء يحبون الموت كما تعشقون الحياة بالتالي يراه حكاية ذي مركبش نبقى غادي موجود وسابقى غادي وسيتم امتارك بالهون هذا أولاد ثانيا مش معلالي مش تبقى خبل مش عندك لوقاء الأوراق الكل الجيش الأحمر في برلين أنت لا لا مزالت ناس عنده أوراق قوة وراه حبيته لكرهته اليوم مزالت الورقة الأساسية والكبرى والاستراتيجية بيد المقاومة وهم الأسرع الورقة الثانية هي أنه ما لم توقف القتال بشروط المقاومة في غزة لن يتوقف القتال لعلى الجبل اللبناني ولا الجبل يمني ولا الجبل العراقي بارحل المشكلة انتهيته بطالي يسمع الحديث هذيه وكأنه هم أصحاب الشأن انتهاء لسنا في جوان ولا في سبتمبر 1982 تبدلت الخارطة تبدل الرجال وتبدلت العنوين واضح وحنا رو مش احنا من تفهموش على المواضيع دكتور رفعت بيقول مجي لكن ديما آخر جمال تقولها تفتح نحول الموضوع الموالي مش نحكيه فيه وقتلي نحكيه على الموساد جهاز الاستخبارات الخارجية الاسرائيلية يقول أن الوسطى ونتحدث عن مصر وقطر مصر وقطر قدموا للكيان رد حركة حماس على مقترح وقفة لقنار في غزة وسوف تقوم تل ابيب بدراسته هذي وفق بيان للموساد نشر رئيس مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ناتنياهو عبر منصة ايكس تويتر سابقا البيان يقول المكتب سيدر سرات حماس وسيرد على الوسطى بدورها حركة حماس تقول أنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطى بهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومن الجانب الأخر هيئة عائلات الأسراء الاسرائيليين تكون لن نسمح للحكومة بعرقلة التوصل إلى صفقة التبادل مرة أخرى أولا نسيح نذكره بالموقف المقاومة اللي ميقو سيدنا رأي حماس تشاورت فيه مع كل أطراف الأخرى لأنه فيما ناس يقولوا هاي حماس يقولوا المقاومة المقاومة الفلسطينية ومش فقط حماس وحماس هي اللي تعمل التأليف معناها الاسنتيز وبعد تتوصل مع الوسطى فما ثلاثة نقاط مهمة أولا نسيح إيقاف القتال نهائيا مش إيقاف القتال وتون بعد ما نحر يتم تحرير المساجين هل سحابات هذه الشكلية ونبقى ونعمل معناها لا والمثلة الثالثة والأهم البدء في عادة الأعمار البدء في عادة الأعمار لأنه اليوم فما بلدين وفي أحراج كبير في المنطقة قطر والسعودية وغيره يحبوا يلقاوا حل معناها باش ينجموا يواصلوا في السياسات متاحهم ولا يتم تحميلهم الخسارة متاع الكين السهوني الذين الذي تحالفوا معه وكانوا وسيرين معاه في التطبيع اليوم فما دول في المنطقة تريد يعادة الأعمار كجزء منها على المستوى السياسي لماعناها حتى يتم استثنائها من قائمة الأعداء بالتالي اليوم حماس عندما أكد على النقاط هذو مثل ثلاثة فهي تؤكد على تظهير الانتصار على المستوى الميداني لأنه لحد الآن توسياتك أنت قلت معناها كيلو متر بكيلو متر كيلو متر بكيلو متر هما قالوا هما قالوا جماعة يدخلوا يدخلوا تعرف اليوم فما محلين سيحن الديار على رؤس الناس لأنه الخرابات هذه والليت هي المناطق اللي يتحركوا فيها المقاومون ولا يمكن بالنسبة نحن أن نفهم من أين سيخرج هؤلاء وبالتالي اليوم المقاومة أصبح تراي بالحق في نوع من الأريحية في المناطق التي تم إفراغها من السكان لأنها يمكن أن تقوم بعمليات من دون أن تقوم إسرائيل بالقدرة على معنا فهمني على الإضرار بالمدنيين هذه مسألة مهمة وبالتالي يشوف هذه الحرب تطول فقط بإرادة شخص وحد وهو نتانياه وهو الذي لا يريد أن يخرج من الحرب من دون أن يتم التحذير لخروج سالم بالنسبة له لأنه ما يطلبه هو هو عدم الذهاب إلى سجن بعد انتهاء الحرب وسيتم إيقاف هذا القتال الذي توقف على المستوى التكتيك الحقيقي الذي قاعد يسير اليوم هو تقطيع للوقت وبالتالي سيتم إيقاف القتال وسيتم التفاوض ولكن راهي دائما نقوله عندما نبدأ في التفاوض نبدأ في المشاكل التي يمكن أن تبرس في وقت من الأوقات ويتم تحميل المقاومة المسؤولية فيها لذلك على المقاومة أن تكون ونحن مش أعطيه معنا في نصيحه ولكن هذا ما نشكول التاريخ على المقاومة أن دائما تقرأ سوء النية بالنسبة للطرف المقابل والطرف المقابل يجمع أعيدوا للمرة الألف ما هيش إسرائيل راهي أولا أمريكا ثانيا حول فائها من الأعراب في المنطقة